برج السرطان مسال نور بدنا نحكي عن الترو لبرج السرطان لشهر 8 2018 قراءة الترو بشكل عام للسرطان للشهر السرطان وضعك جيد بهالشهر مبين عندك حركة مال وأعمال وكمان مركز على درسك طبعا هذا الحكي للطرفين نساء ورجال إلا إذا أنا حددت للجنس عم شوف إنه في حركة جيدة مالياً مدياً ومعنوياً حتى كمان اجتماعياً بتأمل إنه تستغل بشكل كتير إيجابي رقم 3 كتير مكرر عندك بشهر 8 بتأمل إنك تستعمله كمان نساء السرطان اللي عندهم مال وأعمال عم شوفكن كمان عم بتصمدوا والبعض منكن كأنه عم بيشتري بالبورسة أو عم بيوزف أعماله أو جي يدفعه كمان وبدوا يستعملها في سبيل عمل جديد أو مشروع عم تشتغلوا عليه السرطان الشهر الماضي كان شوي الصرف عنده زايد وكان فيه شوية إهمال بالمال كمان كان فيه يمكن نوع من الديون اللي كان بحاجة إنه يرده الشهر الماضي أو متدين كان من حدا أو كان عليه دفعات شهر 8 عم شوف وضعه المادي جيد جدا أفضل البعض منكم بيسافر وبيجيب مصاري من مكان تاني وفيه ناس بيجيها عن طريق شراكة بالعمل أو شغل عم تشتغلوه مع ناس ببلد تاني السرطان العاطفة والحب عم شوف بهالمرحلة السرطان مجغول بالحب قلبه مجغول على سعيد شركين كمان مثل جارو الأسد ظهر إنه شهر 8 شهر الرقم 2 يعني ففي عندك اختيارات عزيزي السرطان وخصوصا السرطان للرجال عندهم اختيار ما بين 2 من النساء 1 شقرة 1 سمرة على الأغلب قلبك ميل للسمرة لأنه عنده شغل عم تعمل مصاري ويمكن تساعدك ماديا أكتر والسرطان بحب مين إنه يساعده ماديا وبأمور البيت عزيزي السرطان الرجل على ما يبدو من بعد ما تقرر وتختار البنت اللي بتحبها رح تقدم لخطوات لقدام وتمشي بطريق الفرح أو الخطوبة لأنه المرحلة الماضية كان عندك نوع من التغيرات بحياتك العاطفية وهيدي المرحلة أفضل صبايا السرطان بشهر 8 بالنسبة للحب عم شوف أنتو كمان في عندكن اختيارات وعندكن رحلات وسفر مركزين عليها أكتر من العاطفين البعض منكم ما حابب يغير عن الفكرة اللي هي مع إنه الحبيب دير ظهره أو ما عم يسمع أو إنه عنيد مسرين إنه تشوفوا بركي بيرجع وبركي بتحكوا معه ممكن يرجع لفترة قليلة أو يصير نوع من التواصل بس منه شكله الحبيب اللي راح رح يرجع ويبقى معكن لفترة طويلة لأنه عنيد بس أنتو كمان عندكن اختيارين كمان شاب أسمر وشاب أفتح غريب المصادفة إنه نساء وشباب السرطان عندهم نفس الشيء بتحكوا أكتر مع الأسمر أنتو كمان مع أنه الأفتح هو أفضل للكون بس على ما يبدو أنه أنتو حابين الشاب أو الشخص الأسمر لأنه بتحسوا أنه عم يشتغل وعم ينتج كمان ستات السرطان اللي يطلقوا عم بفكروا يرجعوا طليقهم في محادثات في مشاورات عم ينتر هو شغلة قبل ما يرجع العيلة ويرجع المطلقات اللي عندهم ولاد من شريك سابق المرحلة هايدي مرحلة جيدة بس بدكم تصبروا شوي لأنه هو ناطر مصاري أو ناطر تحديدا أنتو يعرف أنتو شو موقعكم مطلقات السرطان اللي ما عندهم ولاد وما بدهم يرجعوا للشريك عم يفكروا بس يتجوزوا شهر 8 شهر مواتي جدا هالأمور بتصير والبعض منكم بيجي عريس أو خطيب وضعوا المادي جيد جدا ثري وقادر أنه يرضيكم وتكونوا كتير عايشين ببحبوحة نساء السرطان اللي عند الحاسة السادسة عالية جدا بشهر 8 هيدا الشهر جربوا استعملوا في حاسةكم السادسة ووصفوها بالمال بالعاطفة بكل شيء لأنه علي تركيز من هلأ لأول السنة بتأمل أنكم تستفيدوا منها وما تكبتوها لأنه كتير بحاجة أنها تكون واضحة وتخدمكم بعض نساء السرطان حابين يكون عندهم دخول إلى الدير هيدا الشهر شهر جيد لهالفكرة للسنة الجيدة والبعض حابين يدخلوا مهنة الطب أو الصيدلة أو المداوة عم شوف أنه بمجال الإبداع بالنسبة للطب أو الصيدلة أو التمريد هيدا المجال بيفيدكن جدا تغييراتي كتير حلوة لبرج السرطان بشهر 8 أحداث أخبار زيارات دفنتوا الحزن دفنتوا كل شيء مضى إلى قد انتهت خلاص ما عاد تهم ولا عاد تفكروا فيها عم شوف أنه كل شيء من الماضي رواسبوا وزيولوا على نهاية شهر 7 بلشتوا أنتوا تبلشوا مرحلة جديدة وتفكروا لقدام طريقكم صح؟ نجاحاتكم مبينة واضحة بالنسبة للصرطان بالدرس للفئتين عم شوف أنه الدرس بهالفترة أفضل بكتير عم تركزوا ريح تنجحوا هتجيبوا علامات اللي حابب يسافر أو يروح يدرس برا قادر واللي عم بقدم على قروض للدراسة قادر يحصل عليها خليكن إيجابيين واللي كمان بدوا يعني مساعدة من الدولة أو سكولرشيب كمان عم يجي شهر 8 شهر كتير حلو للكم بكل النواحي إبداع بالفنون إبداع بالموسيقى إبداع بالرسم جربوا استفيدوا من هالأمور وإن شاء الله بشهر 8 الفايدة بتعم على الجميع عزيز السرطان في مصاري جيتك من حيث لا تدري غير متوقعة لفئة من بعض منكم هي كان لازم تجي بشهر 6 تأخرت كتير أنتوا ما كنتوا حاسبي للحساب شهر 8 إن شاء الله بتجي يمكن بالأيام ما بين 10 و 16 ما بعرف اللي بصير معه هالشي يحط اللي كومنت بالكومنت باكس ما تنسوا تعملوا شير ولايك واشتراك تعلقوا الجرس ليجيكن البس المباشر السرطان البعض منكم اللي عم بيغير شغل بدك تطول بالك صبايا وشباب في احتفالات جديدة لعمل جديد لح تصير بعض منكم حيترك شغله فجأة غير متوقع أو لا حينرفض بدون ما هو يعرف صير مشكلة أو صير حكي أو في حدا طعنك بظهرك انتبه أنت قلبك طيب واللي بقلبك علسانك جرب ما تعمل عدوات بالعمل لأنه الناس مشكلة قادر إنك توسق فيها وتحكي لكل شي شو بعد ما غطينا لهلأ شو بتسألوني كمان حكينا عن السفر حكينا عن العمل حكينا عن الحب العاطفة الطلاق الزواج المتزوجين بقلب البيت بالنسبة للسرطان من الفئتين شهر هادي شهر فيه نوع من التوازن فوتير البيت شوية عم تقلق البعض منكم منا مشكلة بتقدروا أنتو تحددوها أو تغيروا طريقة الإسراف أو الصرف طبعكم عم شوف إنه شهر عفواً تماني للسرطان شهر جيد جداً للشراكة الأشخاص اللي بدون يفتحوا أعمال ويشتركوا مع حداً بالعمل تبعهم خصوصاً فئة الرجال للسرطان عم شوف إنه هيدا شهر كتير كويس لتبتدوا عمل جديد إذا فيه نوع من الشراكة صحياً السرطان بشهر ثماني بدك تنتبه على صحتك بدك تنتبه على أكلك كان فيه شوية زيول ورواسب بالعمل عم تجيبها معك عم تقلق لك نومك جرب إنه هالشي ما كتير يزعجك العيلة كتير كويسة الأولاد جيدين للمتزوجين عم شوف رحلات على البحر أو على المي مع الفئات المتزوجة من ضمن عائلتهم بس على الأغلب هن الأبهات ما عم بيكونوا الأمهات عم بيكونوا فقط جرب يا عزيزي السرطان الأب إنك تكون متشارك مع عائلتك عزيزتي السرطان الأم عليك يضغط بهالفترة بالصيفية باعتبار رح تصير على آخرها بشهر ثماني بدك تنتبهي للعائلة أكتر تظهري مع أولادك أكتر رح يكون مطلوب منك حضور أقوى وأكتر السرطان اللي عنده علاقة برات البيت مع أنه مزوج ومخبي وما حدا بيعرف بشهر ثماني رح يصير عندك نوع من الخلاف بهالعلاقة وممكن كتير الأخبار توصل للبيت انتبهوا بحذركن بحذر السرطان اللي عنده علاقة برات البيت وهو متزوج فئة منكن هايدي ممكن توصل أخبار للبيت وتسبب مشاكل للزوجة بقلب البيت انتبهوا هيدا هو التحذير الوحيد اللي شفته بشهر ثماني للسرطان بقي ما بقى احتفالات بالعمل أشغال حلوة شهر جيد جدا أول أسبوعين منه رائعين ومكفي لباقي الشهر الأشخاص الأصغر بالعمر عندكن خطوبة شباب وصبايا فيه تلبيس محبس وفيه حكي على أعراس واتفاق وتحديد مهر أو شبكة أو اللي هو حتى كمان فيه خاتم حب أو خاتم صداءة بيربط هالأشخاص الصغار لأعمار العشرينات خمسة وعشرين لأواخر العشرينات عمشوف فترة مواتية جدا للحب للخطوبة فيه حكي شوي فيه شوية قلائل على سعيد عائلة السرطان أمه بيه خالاته عماته فيه شوية حكي فيه شوية لألأة فيه أخد وعطاء ما تجيروا بالكم لهالموضيع لأنه الست اللي عم تدير هالأمور وتحكي كتير فيها ست فاضية عم تاخد كلام وتجيب كلام ما عم بينيوبة إلا بس تسلي لا أكتر ولا أقل ما رح كتير تأثر عليكن لما أمكن بتجي بتشكيلكم جربوا تكسروا عنا شوي بس إنه نبهوا ما تسمع للكلام ولا تاخد فيه غير هي شهر 8 شهر كتير حلو للجميع للفئتين كبار صغار مطلقين اللي بدون يرجعوا عم شوف إنه فيه إيجابية عند البعض منكن بس كأنه أنتو لازم تكونوا اللي حتصرفوا على البيت فانتبهوا احكوا مع السرطان الشريك السرطان الفئة اللي بده ترجع ومطلقة وحابة ترجع على بيتها أو لزوجة أو لزوجتها كأنه أنتو مطلوب منكن إنه تصرفوا احكوا مع الشريك جربوا اتفقوا من قبل ما ترجعوا حددوا من رح يصرف لأنه انتم معانين فيكم بس البعض منكن حيرجع حيكون مبسوط إنه رجع لطليقه الحبيب اللي ترك ممكن تسمعوا منه بمرحلة قصيرة بأول الشهر وبعدين يرجع يروح على دربه الأمور اللي ما تمت أو الأشخاص اللي فكوا خطبة أو تركوا طلاء أو تركوا انتهى هيدا الموضوع انتهى ما بقى رح يرجع إن شاء الله كل السرطان يستمتع بهو باقي الأبراج بشهر 8 الله يوفق الجميع مرسي كتير لقلكون بشوفكم شهر جاي